درس الخراءة لليوم هو مغامرات السيدة غراهام الصفحة 175 نبدأ بمرحلة اكتشاف النص أولا أتأمل الصورة وأجيب عن السؤال بما تفسر قدرته هذا المنطاد على التحليق في الفضاء ثانيا أقرأ كامل النص قراءة صامتة وأتثبت في صحة تفسيري نمر إلى مرحلة تحليل النص أولا يروي النص حادثة واقعية أستخرج قرنتين على الأقل تدعماني هذه الفكرة لم يكن زمن الأحداث ملائما لانتلاق المغامرة الأولى أ بما فسرت السيدة غراهام ذلك با أستخرج القرائن التي تدعم إجابتي ثالثا اتصفت الشخصية الرئيسية بالجرأة والشجاعة أذكر المواضع التي ظهرت فيها هذه الشجاعة رابعا أرتب على كراسي الأحداث الآتية حسب ورودها في النص با هل يمكن أن تقترح لها ترتيبا مغايرا؟ خامسا أ كيف أمكن لمنطاد السيدة غراهام أن يحلقا في الجوي با كيف أمكن له الهبوط جيم ما هو القانون العلمي الذي يفسر العمليتين؟ ترجمة نانسي قنقر